موسيقى ومن الشارقة 2018 إلى سجايا فتيات الشارقة وتزامنا مع الإجازة الصيفية ومن أجل الارتقاء بمهاراتهن وتنمية مواهبهن المتنوعة في أجواء حماسية تفاعلية تستعد سجايا فتيات الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين تستعد لإطاق البرنامج الصيفي التحدي عن هذا البرنامج والهدف منه والفئات المستهدفة كذلك من هذا البرنامج اليوم نصدف شيمة الشحي تنفيذي برامج في سجايا فتيات الشارقة حياتش الله شيمة مساء النور نتعرف على هذا البرنامج أو شيء في البداية فكرة شو التحدي وليش يتسميته بهالإسم طبعا بالبداية أحب أتوجه بالشكر لسمو الشيخة جواربت محمد القاسمي لدعمها اللامحدود لسجايا فتيات الشارقة وهو طبعا أحب أشكر برنامج أماسي على هذه الاستضافة برنامج التحدي هو برنامج بتطلق سجايا في الإجازة الصيفية 2018 لأول مرة بيكون من تاريخ 15 يوليو وحتى 18 أغسطس فكرة البرنامج يتضمن البرنامج تحديات يومية وتحديات أسبوعية وفي مجالات عديدة منها الرياضة الموسيقى المسرح والفنون والعديد من المجالات الإبداعية وفي كل نهاية أسبوع بيكون في نفس عروض تطبيقية بيستعرضون فيها من خلالها إنجازات الفتيات في أجواء حماسية تفاعلية تشجع البنات لأنهم يشدون حيلهم للأسبوع اللي بعدها جميل بنتخل طبعا أنا وانت شايمة في التفاصيل بنتعرف على كافة الفعاليات والتحديات الأسبوعية وكذلك اليومية لكن قبل أن نتخل في التفاصيل خلنا نتعرف على أهم أهداف هذا البرنامج والتي بالتأكيد تتماشى أساسا مع أهداف سجايا فتيات الشارع طبعا من أهم أهداف برنامج الصيف التحدي أن نشجع البنات أنهم يخوضون التحديات في المجالات العديدة التي ذكرتها توا وكما أننا نحن نخلق روح حماسية في المركز من خلال الدمج ما بين المتعة والتنافس في وقت واحد وكما أيضا يهدف البرنامج أنه يعزز روح الفريق بين الفتيات تروح الفريق كعمل واحد يعني بين الفتيات وهكذا جميل طبعا نحن نعرف أن الفتيات المنتسبات التي ستجايا فتيات الشارع من عمر 12 سنة لين؟ من 13 إلى 18 سنة عفوا من 13 سنة إلى 18 سنة 18 سنة ما هي الفئات المستهدفة من هذا البرنامج؟ أنتكم أكثر فئتين عمريتين أعتقد دائما البرامج تقسم على فئة من عمر 13 لين 15؟ صح؟ لا لا هم كلهم من 13 لين 18 سنة يعني هل فئة المستهدفة عندنا؟ الفتيات من 13 لين 18 سنة بس فقط المنتسبات التي ستجايا فتيات الشارع أو لا لا المجال مفتوح لكل اللي حاب أن يسجل يمكن للبنات في البرنامج الصيفي مفيد؟ هو المجال مفتوح لكل الفتيات المقيمين في دولة الإمارات من سن 13 حتى 18 سنة نحن حسنا أول مرة نفتح التسجيل في برنامج الصيفي لغير غير المنتسبات لسجايا لا نحن دائما نفتح لغير المنتسبات بس أول مرة للمقيمين في دولة الإمارات من كافة الجنسيات تزامنا كوننا نحن حصلنا على لقب إمارة شارقة صديقة للطفل من هذا المنطلق جميل فمن هذا المنطلق المجال مفتوح لكافة الجنسيات اللي موجودة في إمارة الشارقة ما بس فقط لفئة معينة أو جنسية معينة كل البنات من عمر 13 إلى 18 سنة بإمكانكم تسجلون في هذا البرنامج كيفية التسجيل الآن شيمة؟ كيفية التسجيل؟ نحن دائما نعلن عن البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي نطلق معه رابط إلكتروني الفتاة اللي حابت تسجل تدخل على هذا الرابط اللي في المواقع التواصل الاجتماعي تكمل جميع البيانات وبعدها لازم يعني تحضر عندنا المركز عندنا نحن ثالث أفرع في الشارقة كلباء وخورفكان يحضرون عندنا المركز يكملون عملية التسجيل ويدفعون يعني للرسوم المطلوبة جميل الفعاليات موجودة في مدينة الشارقة في خورفكان وفي كلباء يعني في الثلاثة مدن أنتم سوين نفس البرنامج نفس البرنامج التحدي والمجال مفتوح لكم يا بنات وينما كنتوا في هذه المدن الثلاثة أو حتى مدن مجاورة أن تنتسبون لهذا البرنامج شي ما خلنا ندخل في التفاصيل الآن لأنتم طبعا مجهزين لها ومجهزين لهذا البرنامج اللي ما شاء الله يعني أعتقد فيه فعاليات عديدة قلتي فيه تحديات يومية وفيه تحديات أسبوعية بالضبط شو تبين تبدين؟ أعادي أسبوعية دعنا نتكلم عن التحديات الأسبوعية التي تطرحونها أمام الفتيات للمنتسبات أو المشاركات في هذا البرنامج التحديات الأسبوعية ستكون عبارة عن ورش تخصصية في مجالات الفنون في مجالات الفروسية ومجال العلوم مثلا الليغو وهالأشياء والمسرح وعندنا ورش تخصصية في المسرح وبالنسبة للتحديات اليومية تكون نفس تحديات مبسطة تخلص في يوم واحد مثلا عندنا الطبخة عندنا بعد في الفنون وغيرها يعني من الأمور غيرها من المجالات الثانية حلو طبعا يمكن شايمال كل سنة في عندكم برنامج صيفي يطلق خلال هذا البرنامج الصيفي أعتقد تشوفون البنات شو حابين شو اليديد اللي ممكن يطرح إضافة طبعا إلى أن ما شاء الله نحن في عالم متلاحق ومتسارع في شيء يديد فأعتقد أن تماشيا مع رغبات المنتسبات أو المشاركات في السنوات الماضية وكذلك أيضا ما يستجد ربما على الساحة على أساس أعتقد أن أنتو تختارون الفعاليات أو تختارون المجالات اللي أنتو تضمونها للبرنامج صحيح؟ بالضبط صح كرامج يعني دائما نحاول ندور الأشياء التي تكون يديدة يعني في مثل شو خلالنا نعطي مثال شيء ما شو مثلا شيء يديد أنتو حبيتو أن أنتو تضيفون عن البرنامج اللي هو فكرة التحدي يعني هالبرنامج أننا أول مرة نطرحه في سجايا بيكون في فترة الصيف هالسنة يعني أول مرة نطرح مثل مثل هالبرنامج أنه يكون تحدي يعني حبينا نطلع نحن من البرامج اللي هي الورش اليومية العادية البرامج العادية مثل هالامور حلو طبعا بما أننا فيتحدي تلنا في مسابقة في كل هالفعاليات نحن في نهاية اليوم مثلا قلنا نقول الفعاليات اليومية في نهاية اليوم هل يكون في فائزة أو أكثر من فائزة في تحدي معين أو في كل تحدي يطرح يومي وفي كل تحدي سيكون في فائزة في التحدي يتم تقييمها يعني يعني يكون في أجل التحكم نحن من نتخاصية في كل مجال مثلما في مجال الفنون نحن لجنة التحكيم إغ commodities نام تقيم القائم الأصوار حتى يكون فائزة وعلى هذا الأساس يحصل لجنة التحكيم لكل فعالية L-F-A نعم لكل مجال معين في الهواتف فعاليات الأسبوعية هذا يعني أنها نهاية الأسبوع بعد نفس السيعة في فائزة أو أكثر حسب المجالات المطروحة في الأسبوع الواحد أنت من الأشياء التي ذكرتها شيء ما عندكم تحدي أو فرع من أفرع التحديات المسرح تم التركيز على المسرح يمكن في الفعاليات الأسبوعية خلينا بس نشرح للسادة المشاهدين ليش تم اختيار المسرح وكيف يكون تنظيم أعتقد بيكون في عروض مسرحية هذا معناته هل يكون في عروض أسبوعية مسرحية بالنسبة للفتيات المشاركة؟ بالنسبة لمجال المسرح بالأخص يكون فيه ورش يومية يتم فيها تدريب البنات على أساسيات المسرح كل يوم يكون فيه موضوع معين يتم ناقشته مع البنات وتدريبهم عليه وفي النهاية آخر كل أسبوع نعطي الفرصة للبنات اللي هم حابين يعرضون إنجازاتهم خلال الأسبوع يعرضونها على الجمهور الموجود ويكون فيه روح مثلا استعراض وتحدي وكذا جميل جدا الآن دعنا نقول أن الفتيات المنتسبات أو اللي بيشاركون في هذا البرنامج حابة أنها تشارك في أكثر من فعالية مفتوح لها المجال تقريبا إلى الحد الأعلى للفعاليات التي تشارك فيها تقريبا كم؟ نحن لم نضع أحد بس دام أنها ممسجل دام أن الوقت يناسبها عادي هي تقدر تدخل كل التحديات الموجودة ما دام الوقت يناسبها؟ نعم أنت طبعا توقيت ردكم المثلة بالنسبة للبرنامج نحن لدينا من الساعة 11 الصبح لساعة 1 مع البريك من 11 الصبح لين وحدة وتقريبا مدة كل ورشة تقريبا كم مدة الورشة الوحدة؟ يعني تقريبا ساعتين ساعتين مدة الورشة الوحدة فأنت ممكن تخديم من 11 لين وحدة تحاول أن تختارين ما الفعاليات التي تناسب ميولج أحيانا نعرف أن البنات يركزون على مجموعة من الفعاليات ويهملون فعاليات أخرى تشجعونهم في هذه الحالة مثلا لو كان في شيء صعب شيء متخوفين منه شيء مثلا مما تعودين عليه تشجعونهم أن يدخلون هذا المجال أكثر أو هذه الفعالية أكثر؟ بالعكس يعني نحن إذا اكتشفنا موهبة معينة في بنت بنتي من بناتنا من فتيات سجاية نشجعها أنها تمارس موهبتها حتى بعدين تطلع بمخرج حلو في النهاية فبالعكس لا نحن دائما نشجع البنات اللي عندهم نفس مواهب مميزة أنهم يمارسون هذه الموهبة حلو حتى لو كانت صعبة يعني ما يمنعها شيء بالعكس نحن دائما موجودين نشجع الفتيات حلو الشيما البنات ما شاء الله أو الفتيات المنتسبات أساسا لسجاية ما شاء الله عدهم خبرة يعني عدهم خبرة ومواهب متعددة ومتعودين كذلك أيضا على ورش العمل اللي تطرح لأنهم تقريبا طوال العام موجودين في ورش العمل هاي ومستواهم قد يكون أفضل يعني في العديد من الورش أو كذلك أيضا فعاليات اللي ستطرح هل تستفيدون أنتوا مثلا من الفتيات المنتسبات لسجاية فتيات الشارقة بحيث أنه يكونون يشرفون على البنات اللي مبمن تسبات لسجاية يعني يعتبرون شوي ضيفات على سجاية اللي بيشاركونهم أساسا من مبمن المنتسبات هل تستفيدون مثلا من خبرتهم من مواهبة مثل ما ذكاتي شامية يعني في بنات ما شاء الله متميزات في العديد من المجالات تستفيدون من هذا التمييز من هذه الخبرة بحيث خلوهم يشرفون تعطوهم شي دفع ثقة طبعا أكيد يعني نحن دائما ندعمهم ونشجعهم فمثلا في بعض الورش ممكن أنهم يساعدون زميلاتهم اللي داد على المركز ممكن أنهم يساعدونهم يعني يعلمونهم أشياء بسيطة يعني مثل هالأمور ممكن أن يساعدون طبعا هي ونحن نشجعهم تشجيعوا كتلتش دعم ثقة بالنفس دائما هي هذه البرامج شي ما أعتقد أن لها أثر كبير يمكن على الفتيات تعزز أمور وايد مثل ما ذكرنا الثقة بالنفس وغيرها من الأمور كذلك اللي تعززها في أنفس الفتيات اللي إن شاء الله بيشاركون شو هي الأمور اللي أنتو تستعون دائما إلى تعزيزها في نفوس الفتيات المشاركات في مثل هذه البرامج واللي بالفعل تلاحظون أو تلمسون تحقيقها ربما من بعض البرامج اللي تطرح مثل هذا البرنامج تحدي هو القيم التي نحن نبرزها في هذا البرنامج مثل ما قلت نروح التنافس بين الفتيات كما نحن 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 بعد من خلال هذا البرنامج أن نعزز فيهم العمل كفريق واحد يعني هناك تحديات ليست بشارة تكون تحديات فردية هناك تحديات مثل مجموعة من البنات يتحدون مجموعة أخرى فهذا الموضوع يعني بيعزز فيهم روح العمل كفريق يعني هم كيف بيشتغلون كفريق واحد من أجل الوصول إلى الهدف أو من أجل استكمال هذا التحدي جميل جدا الآن طبعا نحن نعرف أن كل برنامج جايتكم ما يضمنه فقط وراش عمل داخل مبنى سجايا نحن نعرف أن كل برنامج فيه رحلات خارجية فيه ممكن تحديات حتى خارجية شيء ما وين الأماكن اللي أنتم مفكرين فيها أو شو الرحلات اللي مفكرين فيها إن شاء الله بيضمنها هذا البرنامج هو أكثر شيء يعني نحن اللي مفكرنا فيه طبعا طوال الأسبوع التحديات بتكون داخل المركز بس فيه يوم أيام السبت بيكون فيه رحلات خارجية ترفيهية يعني ما بنعني عنها تكون مفاجأة للفذيات فبتكون أيام السبت كل يوم سبت بنات عندكم يكون فيه رحلات ترفيهية يعني عشان نكسر فيها الروتين ويستمتعون بعد فينا البنات يعني فيه استفادة وفيه استمتاع في الوقت نفسه جميل أنا ممكن شفت دكتور حبيب غلوم في اللقطات اللي شاهدناها هذا طبعا برنامج يمكن سابق ها برنامج الصيف 2017 برنامج الصيف 2017 سنة الماضية ها معنات أن فيه كذلك أيضا شخصيات ممكن تصدفها سجاعة فتيات الشارقة بحيث أن هذه شخصيات ممكن تؤثر في الفتيات بشكل إيجابي تشاركهم يمكن كذلك أيضا طبعا دائما دكتور حبيب غلوم يعني سباق ما شاء الله عليه في مثل هذه الأمور فيه شخصيات كذلك أيضا حابين أنتوا بالفعل تشارك الفتيات هذا البرنامج هالسنة يعني مثل ما ذكرتي نحن نيب ضيوف شرف يكونون نفس يعني حافظ للفتيات أو تشجيع للفتيات مثل شيء ما يبتوا مثلا في السنة يطافت مثل ما يبنى حبيب غلوم يبنى الأستاذة ريم بن كرم استضافناها عندنا في البرنامج سنة الطافت هالسنة يعني بأكيد بيكون في ضيوف شرف ونفس يعني بيكون في المجالات اللي احنا طرحناها في المسرح في الفنون في الرياضة وهكذا يعني يعني في كل مجال أو في كل فعالية أنتوا تطرفونها بيكون في ضيوف شرف بسحاولون أن تتيبون ضيوف شرف بحيث يشارك الفتيات يعني هذا البرنامج أو هذه الفعالية أو هذه الورشة اللي إن شاء الله بيستفيدون منها لا تنسوا نتسجلون متى قلنا شي ما بيبدأ البرنامج بيبدأ 15 يوليو وحتى 18 أغسطس 2018 يعني بعد عدكم تقريباً أسبوعين لما يبدأ البرنامج فالأسبوعين أو خلال هالأسبوعين بمكانكم التسجيل خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بسجايا نذكرها شي ما شو الموقع سجايا الموقع هو سجايا سجايا أندرسكور شارجة ها موقع الإنستغرام وتويتر على الإنستغرام وتويتر سجايا بس اذكر سجايا أندرسكور شارجة أندرسكور شارجة طبعاً هذا اللي حاب أن يدخل على تويتر على الإنستغرام ومن خلاله بتحصلون لينك هذا اللينك من خلاله ممكن تسجلون في برنامج التحدي الآن طبعاً سجايا نحن نعرف أن طوال السنة ما شاء الله فعالياتكم متلاحقة مجهزين شو بعد تحدي الصيف نحن طول السنة عنا برامج ورش يومية من أبرز البرامج اللي بنطرحها الفترة القادمة هي عنا في سبتمبر اللي هو برنامج الفلك بيتضمن ورش تخصصية في علم الفلك والفضاء بيكون من سبتمبر وحتى ديسمبر وبالنسبة للفعاليات نحن دائماً نعلن عن الفعاليات في مواقع التواصل الاجتماعي اللي توا ذكرناها فدوم نعلن عنها وتكون موجودة عموماً شيء ما يعطيكم ألف عافية بالتأكيد ومثل ما ذكرت يعني هذه الدعوة مني لكل الفتيات اللي حابين أنهم يسجلون في مثل هذا البرنامج برنامج التحدي مثل ما ذكرنا هو برنامج إن شاء الله بيستمر تقريباً لمدة كم من نقول شيء ما من 15 يوليو إلى شهر شهر كامل هذا البرنامج أعتقد أن البرامج وكذلك أيضاً فعاليات ورش العمل والرحلات الغيرها اللي بتكون متواجدة من خلال برنامج التحدي أعتقد أنه بيكون شيء مفيد جداً شيء جميل جداً وشيء محفز ودافع وكذلك أيضاً يعني العديد من الفتيات رح يستفيدون من ورش العمل اللي بتطرح خصوصاً أنا أقول الفتيات اللي مبمنتسبات لسجايا فتيات الشارقة لأن ما شاء الله البنات المنتسبات لسجايا فتيات الشارقة يعني ما شاء الله ما عليهم مكسور عارفين يعني في العديد من الأمور شيء ما أنا أشكرت طبعاً لوجودة شوياناً اليوم شيء ما سليمان الشحي تنفيذي برامج في سجايا فتيات الشارقة كل الشكر للشيء شايما